أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع اللوجستي في مملكة البحرين مكون رئيس ضمن القطاعات الرافدة لمسارات التنمية التي تدفع بالنمو الإقصادي إلى آفق أرحب لافتاً سمو إلى ما يمثله قطاع الطيران كأحد القطاعات الدعمة لتنافسية مملكة البحرين والمعززة لتنامي الاقتصاد الوطني بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأكد سموه على أهمية الدور المحوري الذي تطلع به شركة مجموعة طيران الخليج القابضة والخطط التطويرية التي تتبناها الشركة في دعم جهود تطوير الخدمات اللوجستية بمملكة البحرين ووجه سموه إلى تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين الشركات المنضوية تحت شركة مجموعة طيران الخليج القابضة بما ينعكس إجاباً على تنمية القطاع اللوجستي وتعزيز قدراته الداعمة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يفتح المجال واسعاً أمام أبناء الوطن عبر خلق الفرص النوعية للتوظيف والاستثمار في كافة المجالات جاء ذلك لدى لقائي سموه حفظه الله في قصر رفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد زايد بن راشد الزياني رئيسي مجلس إدارة شركة مجموعة طيران الخليج القابضة وعضى مجلس الإدارة حيث نوه سموه بما حققته الشركات المنضوية تحت شركة مجموعة طيران الخليج القابضة من تطور في خدماتها عزز من تنافسية القطاع اللوجستي لمملكة البحرين وأكد سموه أن النجاحات التي تحققها الكفاءات البحرينية التي تقود وتعمل بالشركات الوطنية يبعث دائما على الفخر والاعتزاز منوه سموه بما تحقق على هذا الصعيد من إنجازات رسخت مكانة مملكة البحرين على مستوى العالم وعززت تقدمها على مختلف الصعود ومنها خدمات النقل والملاح الجوية في المنطقة ووجه سموه لمواصلات العمل لتسريع وطيرة الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها لتصل إلى مستويات أكثر تكاملا وذلك وفق استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي معربا سموه عن شكره لرئيس وعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة طيران الخليج القابضة ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طيران الخليج القابضة وأعضاء مجلس الإدارة عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يوليه سموه من حرص على مواصلة القطاع اللوجستي في مملكة الوحرين تقديم خدماته بأعلى مستوى وكفاءة